عندنا النهاردة كرومب سلطة كده هحشي كفتة لحمة تعالوا مع بعض نشوف عندنا لحمة مفرومة عندنا كمان كرومب سلطة انا اسمها زي ما انتم شايفين كده مقطع لحتة اللي فوق بالطريقة دي اهو اوكي عندنا كمان لحمة مفرومة بصل مفروم وكمان فيسوستوم ملح وفلفل بوهرات جسط تسيب بابريكا بقصمات نيام بقدونس مفروم والسوس او المرأة بتاعتنا هيبقى عبارة عن صلصة طماطم ملح وفلفل زعتر ومية سخنة وحنقدم معاها رز مصري حلو جدا ماشي نبدأ بقى كده اول حاجة هعملها انا عايزة اعمل ممكن الصلصة هنا هجيب بولة كده حلو وحاجيب كبه بقى كبيرة صغيرة المتاح كله بقى مع بعضه هنا اللحمة البصل البقدونس بقدونس بيدي للكفتة طعم طحفة رشة جسط تسيب براحتي بقى ايه بابريكا بوهرات التوم تلت فصوص توم على كيلو الكفتة ممكن احط الفصل كمان عشان عايزة البقية احطه في الصينية هنا ماشي حبت بقصمها خلاص كده اهو معلقة معلقة كبيرة على كيلو الكفتة كله بقى مع بعضه لفة واحدة كمان خلصنا كده هبتتزودت شوية بقصمات زودت كمان ايه ملح وفلفل اسود ماشي كده اللحمة المفرومة بقت جاسر طبعا انتم ممكن تنعموها زي ما نعمتها كده وممكن تخلوها خشنة شوية بس انا بحبها كده يعني بتبقى لطيفة اوي طعمها كده كويس اوي لو حسنت ان فيه بصلايا كبيرة ولا حاجة اشيلها وانا ايه وانا بكورها خلاص طيب حسيبها بقى تريح شوية وانا قريدي عاملة نسخة من كور الكفتة هنا بقى هحط في القصة معلقة من الزيت هاتحامل السوسة بتاعي بقى معلقة من الزيت سلسة الطماطم وعصير الطماطم شرايح من الثوم كده الفيعة خالص كده وهحط بقى ملح وفلفل اسويت السلسة هقلب كويس قوي هنحط بقى بابريكا جوستطيب بوهارات زعتر عصير طماطم ماشي يبقى راشة جوستطيب بابريكا زعتر عصير طماطم ولو احتاجت ممكن احط مرقة ومعاها دلوقتي مية سخنة ولو في كريمة عندكم ممكن تحطوا كده ايه معلقة كريمة هتخلي طعمها حلو جدا خلاص انا عادي ده بقى لصوص ما يبقاش ايه بالتقل ده فهحط مية مغلية كده هوا شايفين حمسك اللحمة دي هبتدي تكورها كور ماشي كور كده اها بصوا اهي ده الشكل اللي عامل الكفتة شايفين المنظر كده بصوا بقى ده صوص الطماطم انا كنت جايبة كرمبتين في كرمبا عملتها صراحة في الفصل وحطيتها في الفر وهعمل دي قدامكم عشان ايه انا عايزها تستوي بصوا بقى تعالوا نتفرج كرمباية عادي بنفرقها من جوه طبعا اللي بنفرقه ده ممكن نعمل بيه كورسلون ونعمل باي حاجة وبشيل الغطة بقطعه بالطريقة دي هعمل ايه سلسط الطماطم اللي انا متبلاها بالزيت والملح والفلفل والتوابل اللي هو الزعتر والبابريكا والبهارات وجسط طيب خلاص اهي بجيب بقى الكفتة احطها هنا كده جوه اهي كور الكفتة اللي جاهزة اهي كده ماشي كده خلاص بغطي كده وببتدي اعمل كده وهنا في كده ايه زبتة هحط واحدة جوه بتديها طعم حلو قوي واحدة هنا هنا باقي بقى كور كفتة هحطها كده زي ما انتم شايفين واحدة ايه واحدة ايه واحدة كل ده هيتغطها بالفويل واسبها نص ساعة ان شاء الله ايه تكون استوت اهو بغطيها اهو بالفويل وهعمل طبقة كمان عشان بس ايه اضمن ان هي متغطيها كويس فكله يستوي ماشي هعمل كده كله يستوي اهو خلاص تمام كده هدخلها بقى الفرن